نبات الخردل نبدأ حلقتنا اليوم إن شاء الله وتعالى على نبات الخردل وهو معروف بأنه نبات طبي من النباتات التي استخدمت على عهد الفراعينة كانوا يديروها في وصفات ديالهم وفحتة في الأكل ديالهم يعني متابتة وصفات منذ 4500 سنة ما كان بديل هذه النبتة موجودة في العالم كله في الصين في المغرب في البحر الأبيض المتوسط في جميع الدول في المغرب ما كانتش في مناطق معينة تباك الله في ممشينا موجودة كله في ممشيتي تلقاها إياه هذه هذه الأوراق ديالها صغيرة فعلا والحب ديالها زريعة ديالها صغيرة بزاف وكتلاحظي بأنه فرق ما بين زريعة الحمراء والسوداء والصفراء يعني كين فرق بيناتهم في الحجم وكلهم كينفعوا غير اللي هي أنفع هي البيضة الهادي اللي ديالها اللون ديالها بحر الأخرى البيضة ماش بناهاش ملقيتهاش داما ملقيتهاش هي رام توفرة في السوق ولكن ذاك الشي اللي احنا كنشوف بحده في ذاك الموتاق دالانسين اللي كيتباع نعم كالقوا فيه زريعة حبيبات كحلين وحبيبات بيضين نعم هما ماشي بيضين صفرين شوية كن اصلا حتى واحد اللون موجود كيتسمال جون موتاغد ايا 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 فعلا اذا كنقوله جون موتاغد فرق واحد صفورية فيه فهو هالتنوع على حسب المنطقة اللي فيها اذا نزريعة بحل دبهد السوداء كتكون في الهيند والمناطق اللي هي استيوائية كيكون فيها الحرارة كتيرة وشتة كتيرة تقريبا قد ديك الحب السوداء صغر منها واحد شوية صغر منها واحد شوية وهي وهو نبات اللي كن قدرون استعملوه دائما غير الناس الاكتر استعمالا للموتاغد او الخردل هما الناس اللي في المناطق الباردة يني الناس ديال اوروبا شحال ما طلعت في اوروبا في الشمال شحال ما كيستاهلكو الموتاغد كتر وغنتكلمو على علش كيستاهلكوه بالطبط فعلا اذا هذي النبات ديال الخردل الموتاغد كتكون يعني نبتال اللي هي الوريدات ديالها صفرين صفرين نعم وفيها زريعة ديالها فيها الوينات مختلفين نعم كيللون اللي هو بيض شوية كيللون اللي هو قروي